السلام عليكم أصدقائي أنا سيزار برحب فيكم في قناتي سيزار رفيوز أهلا وسهلا بالجميع زمان ما معلنا فيديو صحيح كنتم سافر وبرضه رحا رجع سافر لكن بدأحاول اليوم أحكيكم عن جهاز هذا الجهاز مباشر بقدر أحكي لكم إنه أفضل هاتف متوسط على الإطلاق أفضل هاتف متوسط أنا جربته هذا أفضل هاتف بقدر أحكي لكم اشتروا وأنا مرتاح كثير لأنه التجربة اللي أخدها منه خلص يعني أتمنى هيك الهاتف المتوسطة تكون لأنه أعطاها للتوازن اللي بديها وقبل ما ندخل بالتفاصيل نتذكر أهلنا بفلسطين نتذكر أنه نقدم لهم دعم كل أنواع الدعم المعنوي المادي كل شيء ممكن نسوي نسوي وما ننسى وما نوقف ننشر عنهم استغل السوشال ميديا ونشر عنهم الله يزيكل خير أصدقائي الفئة المتوسطة فئة مزدحمة جدا والشركات بركزوا على هاي الفئة ليش لأنه أغلبية الناس في الدول بيكون عندهم يعني ميزانية اقتصادية نوعا ما فبتوجهوا للهواتف المتوسطة مش كل حدا بقدر يجيب فلاكشيب لذلك هاي الفئة المتوسطة مهمة جدا فالتنافس فيها كبير وأنواع الأجهزة والشركات كثيرة جدا واليوم شركة ناثنج بعد ما قدمت لنا الناثنج فون ون بعدين قدمت الناثنج فون تو اللي هو كان فلاكشيب بتقدم جهاز جديد رح يحل بالنسبة لي محل الناثنج فون ون وهذا الجهاز اسمه الناثنج فون تو اي وهذا فعليا حيكون الكنج تبع الهواتف المتوسطة قبل ما تنتقدوني خلين أحكي لكم إيش التجربة وشو شفت منه وعلى الأغلب كثير منكم من المهتمين شافوا التسريبات عن هذا الجهاز وشافوا شكل الجهاز أنا من الناس اللي شاف الجهاز بالتسريبات وحكى إنه الجهاز يبدو شكله شنع لما وصلني الجهاز فتحت الجهاز أنا عندي نسخة الشفافة هاي اللي هي الأسود وفيه النسخة الأبيض لا الشكل مش زي ما أنا اتوقعته أبدا بقدر بكل سهولة أحكي النوم الشكل التصميم جميل في توازن في كل شيء في سيمتري يعني محتمين يا أخوان بكل التفاصيل الشكل الخلفي شفاف لكن الحركات اللي عاملها تحت الزجاج أو تحت البلاستيك هذا كان بلاستيك بيعطي شكل جميل الكاميرات جايين في النص بروزهم قليل باقي الحركات تعطي جمالية لهذا الجهاز بالإضافة كنت متوقع إنه يتخلوا عن الإضاءة لقليف خلوا عنا ثلاث إنارات هون صحيح أقل لكنها ثلاثة بتأدي الأعمال اللي أنت بتعود عليها إذا استخدمت هاتف ناثنج هذا إشي كويس أيضا في عنا معملية الـ IP54 لما بتمسك الجهاز وتطلع عليه من كل الزوايا من عند الأزرار من الأعلى من الأسفل من الخلف وتطلع قديش يهتمه في التفاصيل بتحس إنه كان يعمل ديزاين فعليا بيشتغل بطريقة مختلفة الديزاين هون مختلف ما بيشبه أي حدا وهاي نقطة أنا أعتقد أنها إيجابية يعني ما بيقلده ما في تقليد هون فالجهاز بس بيشبه حاله فهاي نقطة يعني نقطة الأولى للجهاز النقطة الثانية الجهاز ما فيه إجز بالشاشة ما فيه يعني إنحناءة الجهاز فلات وأنا من الناس اللي بيحب الجهاز فلات إن كان متوسط أو فلاكشيب ولازم أحكي إنه في لونين هذا الأسود الشفاف اللي عندي وفيه اللون الأبيض بصراحة رح أنصحكم هو بكل قوة إن كنت يختاروا اللون الأبيض لأنه بالنسبة إليا على الأقل كان أجمل وأنا معاي الأسود وشفت الأبيض كثير الأبيض حلو ومتميز الأسود لازم تمسكه عن قرب لحتى تشوفوا التفاصيل الأبيض من بعيد بيكون مبينه إيش هذا التليفون يعني شكله غريب فبنصحكم باللول أبيض فبالنهاية التصميم متوازن الألوان حلوة الحواف حوالين الشاشة متساوية في كل مكان فهذا هو التوازن اللي بحكي لك عنه الخطوط متوازية مرسوم رسم ففعليا يعني أنا ببركز على الدزاين والدزاين هنا ضابط هلا ممكن يعني في النهاية التصميم إشي شخصي نختلفه أنا وإياك ممكن الإشي اللي بيعجب لي ما يعجبك بس أنا بصراحة كنت متوقع إشي سيء يعني تصميم شنع لكنه مش شنع التصميم جميل نروح على الشاشة آموليد 6.7 إنش بأقل حواف ممكن وشاشة فلات السطوع تباح بصراحة عالي لكن ما عنديش رقم رسمي من الشركة كم السطوع أو لوين ممكن يوصل لكن استخدام تحت الشمس كان جيد جداً استخدام داخلياً رائع جداً فالسطوع وألوان الشاشة ممتازين والشاشة بتردد 120 هرتز فل اتش دي بلص رح تأخذ من هاي شاشة ما تبتغيه بالضبط عن جد ألوان حلوة إنك تابع محتوى حيكون إشي جميل هون بالإضافة الجايمينغ حيكون حلو كثير على هذا الجهاز وهذا بيقول لنا وين؟ لنقطة النظام والنظام يا إخوان يمكن أنا بالنسبة إلي النقطة الرئيسية بهذا الجهاز لتشتري هذا الجهاز لأنه النظام اللي هون بس تمسك الجهاز طبعاً هذا مش لحاله النظام بحدد هذا الموضوع ولكن النظام سلس مباشرة سلس جداً لما بتستخدم الجهاز بتفكر حالك بتستخدم جهاز فلاقشب كستمايزيشن زي ما بدك حركات في كل مكان لهذا النظام أندرويد 14 ناثنج أو أس 2.5 أنا حالياً 2.5.2 أجاني أبديت أعتقد إنه النظام من أكثر الأمور الحلوة اللي بحبه بهذا الجهاز والأكثر إشي حبيته حتى بالناثنج فون 2 وفون 1 النظام سلس سهل جميل كستمايزابل بتقدر تعمل فيه حركات كثير حتى اللي قلف تقدر تتحكم فيه فيه عندك كمان بتقدر تعمل زي رنت صوت على هذا اللي قلف فيه أشياء كثير ممكن تعملها بالكستمايزيشن الموجودة على هذا النظام تغير شكل الأيقونات تحط باك البدكياء حركات كثير ممكن تعملها راح تشوف إنه النظام جميل متنوع وسلس بالنسبة للأبديت أعتقد راح نشوف ثلاث سنوات على الأقل أبديت بسهولة فالنظام نقطة القوة بهذا الجهاز الأداء مع معالج جديد معمول خصيصاً هو مش جديد جديد لكن هذا المعالج تم تعديله خصيصاً ليناسب النتينج فون بمعمارية 4 نانومتر طيب أنا حفرجيكم لعبة الأسفلت ناين اللي لعبتها على هذا الجهاز شوفوا الجرافيكس وشوفوا الأداء لحلقوا بتعرفوا إنه هذا الجهاز فعلياً يعني مع أنه مش جهاز ألعاب تقدر تلعب فيه ألعاب بسهولة الجرافيكس ممتاز جداً الأداء سلس جداً أنا لعبت بأجهزة متوسطة أخدت أداء أفضل منك هذا إشي أكيد ما بحكي إنه يعني الفرق كبير لكن هنا أفضلية واضحة بالنسبة لعلى أقل هنا الأداء كان رائع جداً خيارات التخزين عندك عدة خيارات 128، 150، 8 جيجابايت رام 12 جيجابايت رام حسب الجهاز اللي بتشتريه والسعر اللي بتدفعه على سر تسعر رأحكي لكم السعر لأنه السعر لحاله هو كان أكثر شي مفاجئ فعلياً أخوان لذلك هذا الجهاز بكل سهولة بقدر أحكي لكم أفضل أداء في هاتف متوسط أفضل سوفتوير أفضل أداء إذا هذول ما أقنعوك يعني مش عارف بظل السعر السعر الأغلب رح يقنعك فأصبر شو علي الكاميرات بالعادة الكاميرات في الهواتف المتوسطة يعني ترضي الغاية منها ما بنوخد إحنا كاميرات خرافية لأنه أنت بدافع الجهاز متوسط فبكون لك طلب معين ترضيك في هذا الجهاز نفس النتيجة عنا كاميرتين بالخلف 51 ميجابيكسل اللي هي الأساسية بحساس 1 على 1.5 إنش عليه Optical Image Stabilization والكاميرا الثانية عريضة 50 ميجابيكسل أيضا وفي كاميرا أمامية 32 ميجابيكسل التجربة بشكل عام ألوان حلوة فوكس حلو وداينامي كرين جيد جدا العزل قوي صراحة عجبني العزل بالذات بالكاميرا الأمامية تجربة التصوير رح تعجبك إش أكيد بهيك في أسعرية بقدر أعطيها تجربة ممتازة أما بالنسبة للفيديو كان لدينا خيارات الكاميرا الأمامية خيار واحد فول HD الكاميرا الخلفية عندك فول HD 30 و 60 فريم وفور كي 30 فريم يعني بالشكل عام أعتقد أنه التجربة جيدة جدا الداينامي كرينج بده شوي تشغل ويمكن هذا يتحسن مع أبديت لكن خلينا أفرجيكم الفيديو وإنتوا أحكموا لحالكم السلام عليكم أصدقائي فيديو فول HD الكاميرا الأمامية من فون ناثينج 2A تصور بس فول HD شمس بعيني لو خلينا الشمس وراء وصورنا نصير برضو المهم هذه التجربة نشوف كيف الكاميرا الأمامية أصدقائي هذا فيديو فول HD ولكن بالكاميرا العريضة والجميلة أن تستطيع أثناء التصوير بسهولة تتحول للكاميرا الأساسية ومن ثم تتحول ل2X زوم تمام؟ نرجع لل1X هذا فيديو فول HD لكن الجهاز قادر أن يصوروا فيديو فول كي 30 فريم طبعا أيضا فيه فول HD 60 فريم بهمني أنا في الموضوع التثبيت بهمني الألوان الصوت لكي أستطيع أن نغير نغير أخيرا هذا هو 4K 30 فريم تمام؟ أيضا أيضا تقدر تعمل زوم أثناء التصوير وتأخذ صور حكولي شرعكم وقارنتا مع الناثنج فون 1 كان 4500 ميلي أمبير هذا 5000 ميلي أمبير وبيدعم شحن سريع 45 واط تجربتي مع البطارية بعتقد أنه ممتازة بتكفيك يوم كامل بدون ما تضطر تشحن على الأغلب فالبطارية أداها كان ممتاز طيب السعر أنا عندي السعر الرسمي للإمارات السعر الرسمي 1199 درهم لما بدحولهم للأردني 230 دينار أردني لو بدحولهم للدولار تقريبا 300 دولار هذا الرقم يا أخوان عن جد خرافي وأنا ما أتوقعتش هيك سعر وإذا بتتذكروا ناثنج فون 1 ما نزل بـ 1200 درهم أعتقد نزل بـ 1800 درهم أول ما نزل فإنه هذا ينزل بـ 1200 درهم أو عاملين حتى عرض للناس اللي موجودين في الإمارات وأنا حكون مشارك هناك في هذا العرض في أول مئة تليفون حيبيعوها في شرف دي جي ديرا سيت سنتر عاملين أوفر فإذا أنت كنت موجود هناك بتكون محظوظ وبتأخذ بعرض لسه أقل من هيك بس إنسى العرض 1200 درهم أنا بقدر أقول لك إنه هذا أفضل هاتف متوسط ممكن تشتريه وبرشحه بكل قوة عندك تصميم مختلف عن أي جهاز اشتريته عندك سوفت وير قوي جدا وعندك أداء ممتاز جدا كاميرات مرضية تماما وبطارية 5000 شحن يعني مش أسرح شحن 500 موط لكن أعتقد أنه شحن مناسب جدا والسعر 1200 درهم أتمنى تكونوا استفدتم يعطيكم ألف عافية بشوفكم في فيديو قادم إلى اللقاء